اشتركوا في القناة وَشَرَّفَنَا بِمَا حُمِّلْنَا مِنْ قِرَاءَاتِهِ وَضَبْتِ أَدَاءِ حُرُوفِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَضَبْتِ أَدَاءِ حُرُوفِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَعَزْوِ طُرُقِ رِوَايَاتِهِ فَنَسْأَلُهُ تَعَالَى أَنْ يَقِيَنَ اللَّحْنَيْنِ فِي آيَاتِهِ هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة النجاة في كل سير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب وعلى آله وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم الحساب وبعد فإننا بفضل الله وعونه وصلنا في الحصة الماضية إلى قوله تعالى إهدنا الصراط المستقيم فاللهم آمين وقد استوفينا خلفه بما يكفي على ما يبدو أليس كذلك؟ وإننا اليوم إن شاء الله تعالى سنشرع في تحقيق الخلف وتبيينه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكنا قد التزمنا قبل البدء والشروع في قراءة الخلف مرتبا فإننا ننظر في آيتي وما تحمله من خلاف فنذكر هذا الخلاف معزوا لأصحابه أليس كذلك؟ وإننا كنا قد بدأنا الكلام حول كلمة الصراط وصراط وما يزاد فيها على طريق الشاطبية ما اقتصرت عليه الشاطبية وما يزاد على ذلك لأننا نلتزمنا أن نقرأ هذه الختمة بما يسمى بالسبعي الكبرى بإذن الله تعالى وكنا ذكرنا بأن الصراط فيها من الخلف من نسبة لي لمن؟ لقنبل بأن الإمام الشاطبي ذكر له السين فقط وهو طريق ابن مجاهد وهو طريق ابن مجاهد وزدنا على ذلك الصاد أيضا وهو طريق ابن شنبوذ وذكرنا الأدلة والشواهد على ذلك ومنها قول نظم الموطئة زاد قنبلهم لشنبوذ صادع صادع جيد وذكرنا الخلافة أيضا لمن؟ لخلاد في الصراط أليس كذلك؟ ذكرنا له شيئا ما الذي له عند الإمام الشاطبي؟ الإشمام ماذا قال الإمام الشاطبي؟ وشمم لخلاد لولا الشاهد عندنا فيه لخلاد لولا نعم إذن من طريق الشاطبية لا يأخذ لخلاد الإشمام إلا في في الصراط المعرفة التي في أول الفاتحة وانتهى موضوعها لكن نزيد له ماذا؟ نزيد له محض الصاد أو تصفية الصاد نزيد له صادا مصفاتا صادا خالصة صادا محضة إلى آخره جميل من أين نأخذ له هذه؟ أول الصراط بالمحض قراء خلادهم وحيث جاء مسطراء وشم ثانيا بشم الأول أو أشمم معرفا حيث يلي أو أشمم معرفا حيث يلي جميل إذن اتضح لنا بأن خلادا له أربعة أوجه له أربعة أوجه الوجه الأول هو الذي ذكره الإمام الشاطبي جيد الذي هو ماذا؟ هو الاقتصار على الإشمام في الأول في أول الفاتحة جيد من أين أخذنا هذا؟ وشمم لخلادي الأولا هذا يؤخذ من التيسير من التيسير لأبي عمرين الداني للحافظ الداني لأنه قال هنا خاصة حينما ذكر الإشمام لخلاد قال هنا خاصة هذا لفظه في التيسير قال هنا خاصة يعني أنه لا يشم الباقي لا يشم الباقي سواء كان منكرا أم معرفا بأل بألف ولام إذن أخذناه من التيسير وأخذناه أيضا من الشاطبية وبه قرأ الإمام الداني على أبي الفتح أبي الفتح هو فارس ابن أحمد فارس ابن أحمد هذا هو الذي انتقى الداني طريق العرض من عرضه عليه في التيسير إذن فارس ابن أحمد انتقى الداني روايته أو عرضه عليه في رواية خلاد في التيسير إذن ما طريق العرض التي انتقاها وذكرها الإمام الداني والتزمها في تيسيره في رواية خلاد هي طريق من؟ طريق أبي الفتح وهو فارس ابن أحمد جميل إذن فهي طريق عرضه لرواية خلاد من التيسير فهو على أصله هنا ومن جاء على أصله فلا سؤال عنه فلا سؤال عنه جميل إذن أخذناها من التيسير وهي طريقه فيه أيضا هي طريق أبي الفتح وأخذناها من التيسير وهي أيضا الّتي اقتصر عليها الامام الشاطبي في حرزه و أيضا هي الطريق التي قرأ بها ابن الفحام على عبد الباقي قرأ بها ابن الفحام على عبد الباقي وهو شيخه ذكر ذلك في تجريده ذكر ذلك في تجريده حينما قال وروا عبد الباقي في هذا الموضع حسب في هذا الموضع حسب أي في الأول من صورة الفاتحة يؤخذ أيضا لابن شاذان من روضة المعدل يؤخذ لابن شاذان من روضة المعدل هذا على المذهب الأول لخلاد إذا المذهب الأول هنا هو ماذا؟ هو إشمام الحرف الأول المعرف بالآلف واللام وهو إهدنا الصراط المستقيم فيأخذ لخلاد هذا الوجه وحده من هذه المصادر التي ذكرت لكم وسنبين هذه الأشياء وسنتابعها بإذن الله بالفحص والمفاتشة جميل عندنا الوجه الثاني وهو إشمام حرفي الفاتحة إشمام حرفي الفاتحة أليس كذلك إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إذن يشم الأول والثاني فقط بمعنى يشم حرفي حرفي الفاتحة واضح هذا المذهب الثاني من أين أخذناه؟ يأخذ من العنوان ويأخذ من المجتبى ويأخذ أيضا من غاية بن مهران ويأخذ من المستنير من طريق أبي إسحاق عن الوزان ومن غاية أبي العز عنه أيضا هذا عزو الطرق لأننا كل طريق أخذناه فإننا سنرجع به إلى أصله إن نتبينه بإذن الله تعالى الوجه الثالث وهو إشمام المعرف فقط في سائر القرآن إشمام المعرف بأل في سائر القرآن لخلاد هذا الوجه الوجه الثالث أليس كذلك؟ من أين أخذناه؟ إذا نظرتم في المصادر فإنكم تجدون الأخذة هذا المذهب قد أخذ من كامل الهذل من الكامل للهذل ومن روضة المالك أيضا ومن روضة المالك وأيضا أخذ من المستنير لكن من غير طريق أبي إسحاق عن الوزان والولي وابن العلاف وأيضا قرأ به أو ذكره وأحسنا نقول قرأ به ابن الفحام على الفارسي وذكر ابن الجزري بأنه قرأه على الفارسي وعلى المالكي وعلى المالكي لكن ابن الفحام ذكر في التجريد أنه رواه الفارسي ولم يذكر المالكي وسنتابعه على هذا سنذكر هذه الأشياء مفصلة بإذن الله وكذلك هو أيضا أخذ من مذهب جمهور العراقيين أليس كذلك؟ وأخذ للوزان من روضة المعدل من روضة المعدل أيضا هذا الوجه الثالث هذا الوجه الثالث الوجه الرابع عندنا هو عدم إشمام الصراط حيث ما حلت في القرآن هو عدم الإشمام قولا واحدا لخلاد لا يشم شيئا من الصراط سواء المعرفة أو المنكرة أليس كذلك؟ هذا الوجه الرابع هذا الوجه الرابع من أين أخذناه؟ أخذ كما يقول ابن الجزري وغيره ممن تابعه على ذلك أخذ من تلخيص ابن بليمة وأيضا من تذكرة ابن غلبون أبي الحسن ابن ابن عبد المنعب ابن غلبون صاحب الإرشاد أخذ من التذكرة وأيضا أخذ من التبصرة لمكي ابن أبي طالب القيسي وأخذ أيضا من الهداية للمهدوي وأخذ أيضا من الكافي لابن لابن شريح وبه قرأ الحافظ الداني على أبي الحسن إذن فقراءة الداني على أبي الفتح بماذا؟ بإشمام الأولى فقط وقراءته على أبي الحسن بعدم الإشمام أبدا وسنسائل ابن الجزري رحمه الله من أين أخذ هذا؟ من أين أخذ هذا؟ أنتم إذا نظرتم في الدر النثير للمالقي تجدونه قد قال هذا قال انفرد الداني عن المكي وعن ابن شريح عن مكي وعن ابن شريح خالفهما في هذا لأننا ذكرنا بأن مذهبهما ماذا؟ أنهما يقرآن ممن قرأ بالصاد بمحضي الصاد في جملة القرآن ولم يميز ولم يستثني هذا الموضع وذكر المالقي في الدر النثير قال وبه قرأ الحافظ على أبي الحسن وبه قرأ الحافظ على أبي الحسن وأظن أن ابن الجزري إنما ذكره نقلا عن عن من؟ عن المالقي أنا أرى هذا والله تعالى أعلى وأعلم لم يذكر ابن الجزري أيضا الهادي لابن سفيان وابن سفيان أيضا من تلامذة ابن غلبون الوالد عبد المنعم ابن غلبون لم يذكر الهادي والهادي أيضا صاحبه الذي هو ابن سفيان قرأ بالمحضي في سائر القرآن قرأ الصراط بالمحضي في سائر القرآن فاتفق في هذا مع من؟ مع مكي لا نذكر ابن شريح الآن وإنما نريد أن نذكر تلامذة عبد المنعم ابن غلبون اتحد في هذا واتفق مع من مع مكي في تبصرته ومع من ومع أبي الحسن طاهر ابن غلبون في تذكرته واختلف مع أبي عمري الداني فحيث قرأ على أبي الفتح بماذا بإشمال الأولى فقط وقرأ على أبي الحسن فيما ذكره المالقي بماذا بالمحضي على مذهب والده أبو الحسن من هو؟ هو أبو طاهر ابن غلبون وهو ابن عبد المنعم ابن غلبون سأورد لكم لماذا ذكرت هذا لم يذكر ابن الجزر أيضا أو لم يذكره غيره أيضا هذا الذي أذكره لكم وهو عبد المنعم ابن غلبون في إرشاده فقد ذكر أيضا المحضة في سائر الصراط في القرآن قال أخبرنا أبو سهل من هو هذا الذي يقول؟ عبد المنعم ابن غلبون في أي مصدره؟ في الإرشاد قال ماذا؟ قال أخبرنا أبو سهل قال أخبرنا ابن مجاهد قال حدثني الجمال والجمال هذا هو الحسن ابن العباس ابن أبي مهران الجمال قال حدثني الجمال قال حدثنا محمد بن عيسى الأصبهاني من الذي يقول الآن؟ من الذي يقول؟ من صاحب الإسناد؟ ابن غلبون ابن غلبون في إرشاده إذن قال ماذا؟ أخبرنا أبو سهل قال أخبرنا ابن مجاهد قال حدثني من؟ الجمال قال حدثنا محمد بن عيسى الأصبهاني قال حدثنا خلاد يقول ماذا خلاد؟ قال لم يقرأ على سنأتي إلى كلمة على في أصل السبعة لأن أصل الإسناد في السبعة أصل الإسناد في السبعة قال لم يقرأ علي أو لم يقرأ على فكلمة على موجودة في الإرشاد لابن غلبون وفي رواية جامع البيان في رواية الداني عنه أيضا وسيأتينا هذا إذن قال ماذا؟ قال لم يقرأ علي وهذا المتحدث هو من؟ خلاد لم يقرأ علي سليم أو لم يقرأ على سليم الصراط إلا بالصاد إلا بالصاد إلا أن سليم كان يقرأ في الصلاة بشبه الزايد يقرأ في الصلاة بشبه الزايد هنا في هذا المحل في فاتحة الكتاب وحدها في فاتحة الكتاب في فاتحة الكتاب بشبه الزاي في هذه وحدها وفي رواية في فاتحة الكتاب وحدها قال وَلَمْ يُشِمَّ الصادة زايا أو الصادة الزايا في القرآن كله غيرها لم يُشِمَّ الصادة زايا في جملة القرآن إلا في إلا في هذه والشاهد عندنا قال وَيُصَفِّي الصادة في كل القرآن أو في سائر القرآن وَيُصَفِّي الصادة هذه الكلمة أو هذه الجملة هي عبارة عبارة ابن مجاهد عبارة ابن مجاهد وسنرجع إلى ما قاله في كتابه السبعة والشاهد عندنا أن الصادة في الصراط يقرأها ابن غلبون عبد المنعم الوالد أيضا بصاد محضى في سائر القرآن هو هذا الذي سأذكر لكم قال وَهُوَ المَشْهُورُ حينما ذكر قال وَيُصَفِّي الصادة في سائر القرآن أو في جميع القرآن قال وَهُوَ الْمَشْهُورُ أي تصفية الصادة في جميع القرآن في رواية خلاد وهو المشهور بالصادة عن خلاد في سائر القرآن في الصراطة وصراطة المعرفة والمنكرة قالوا هذه الرواية هي المعول عليها في جملة القرآن قال هذه الرواية هي المعول عليها وبها آخذ في فاتحة الكتاب وغيرها هل يبقى شك في هذا إذن تضح لنا بأن ابن غلبون الوالد صاحب الإرشاد له هذا المذهب أيضا الذي هو تصفية الصاد أو الصاد الخالصة في سائر القرآن ولكنهم لم يذكروه ولكنهم لم يذكروه وعنه أخذ الولد الذي هو طاهر وعنه أخذ مكي أيضا وعنه أيضا أخذ بن سفيان وعنه أيضا أخذ الداني عن ابنه لأنه ذكر المالقي بأن الداني قرأ على أبي الحسن بمحظ الصاد في سائر القرآن اتضح لكم هذا نحن إذا رجعنا إلى هذا الخبر مرويا ومعزوا لأصحابه تجدون أصله في السبعة قال ابن مجاهد حدثني الجمال وقد عرفتم الجمال الآن قال حدثنا محمد بن عيسى الأصبهاني وذكر ما ذكرته لكم وذكر ما ذكرته لكم وإذا آتيتم إلى جامع البيان تجدون الداني ذكر أيضا هذا الإسناد ولكنه بروايته عن من؟ عن محمد بن أحمد الكاتب وهو طريق تحديث له عن ابن مجاهد وبه يعلو على أقرانه لأن الكاتب هذا روى الحروف مباشرة عن من؟ عن ابن مجاهد ورواعن الحروف الداني وبهذا يعلو أليس كذلك؟ فأنتم إذا لحظتم الوالد الذي هو ابن غلبون قال أخبرنا أبو سهل قال أخبرنا ابن مجاهد والداني هنا قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا من؟ ابن مجاهد فقد استوى مع شيخ شيخه في روايتي في روايتي الحروف فهمتم هذا؟ وذكر أيضا وذكر أيضا الإسناد كما كما قلنا إلا أنه لم يذكر تصفية الصادي إلى آخره إذن الخلف وارد عن حمزة في الصراط أليس كذلك؟ رويا عنه أيضا في جامع البيان رويا عنه في جامع البيان قال الداني اختلف عن خلاد أيضا اختلف عن من؟ عن خلاد في الصراط بين المحض وإشمام فرواء أبو علي الصواف رواء أبو علي الصواف عن القاسم بن يزيد كرواية خلف يريد ماذا؟ يريد الإشمام جميل وروى عنه الحلواني وسليمان اللؤلؤي بالصاد الخالصة إصاد خالصة في جميع القرآن في جميع القرآن سواء المعرف بأل وغير المعرف صراطة والصراطة جميل قال الإمام الداني في جامعه وقرأت وقرأت على أب الفتح كذلك يعني وصلنا الآن إلى النص قرأت على أب الفتح لأنه لم يذكره في التيسير لم يذكره في التيسير ولكن عرفنا لأنه طريق عرضه في رواية خلاد أليس كذلك؟ قال وقرأت كذلك معنى كذلك أبدان على أقرب مذكور وهو الرواية التي رواها الحلواني ومن؟ وسليمان اللؤلؤي أليس كذلك؟ عن خلاد بمحض الصاد قال الداني وقرأت على أب الفتح كذلك أي بماذا؟ بالصاد جميل إلا أتانا الاستثناء إلا في الصراطة إلا في الصراطة هذه الصراطة المستقيم هنا خاصة أيضا أكدها مرة أخرى كما أكدها في التيسير أكدها في جامع البيان قال هنا خاصة جميل إذا انتضح الموضوع انتضح وقال فإنني أشممت الصاد الزايفي في هذا الحرف وحده إذا انتبين لنا من هذا النص أن الداني قرأ على أبي الفتح بماذا؟ بمحض الصاد في جملة القرآن إلا في إلا في الصراط الذي في في الفاتحة إذن وقلت لكم بأنه اختنف أصل الاختلاف عن من؟ أصل الاختلاف عن من؟ عن حمزة عن حمزة لأن ابن الهيثم هو محمد بن الهيثم قال ربما أو كان حمزة ربما قرأ الصراط بصاد انتبهوا ربما قرأ الصراط بصاد وربما قرأ ها بإشمام زاي وربما قرأ بإشمام زاي ماذا قال ابن الهيثم؟ فيما رواه الضبي وهو أبو أيوب سليمان سليمان أبو أيوب الضبي أليس كذلك؟ هذا ذكره الحافظ الداني في جامع البيان من رواية أبي سلمة عبد الرحمن ابن إسحاق عما عن الضبي وهو سليمان أبو أيوب عما عن محمد ابن الهيثم قال كان حمزة ربما قرأ الصراط بماذا؟ من صادا بصاد وربما قرأها بإشمام زاي وربما قرأها بإشمام زاي وكان إذا انتبهوا وكان إذا قرأ عليه بالوجهين أجازهما هذا أصل الاختلاف عن حمزة وكان إذا قرأ عليه بالوجهين أجازهما علق الحافظ الداني في جامعه بأن هذه الرواية تعطي ماذا؟ صحة الاختلاف عن من؟ لحمزة تعطي صحة الاختلاف عن سليم عنه في ذلك تعطي صحة الاختلاف عن سليم عنه في هذا في الصراط إذن كل من روى الخلف عن سليم في هذا فروايته صحيحة قال المتولي رحمة الله عليه في فتح الكريم وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذلام ثم لا أليس كذلك؟ وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذلام ثم ثم لا أخذنا منه ماذا؟ كم من وجه؟ أربعة وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط هذا الوجه الأول أليس كذلك؟ أو ثان لما قال أو لم يقل أو ثان قال أو ثان يريد ماذا؟ الأول أو الثان أليس كذلك؟ أخذنا هذا الوجه مفصلا ثم قال ماذا؟ أو ثان أو لذلام المعرف بألف فقط في جملة القرآن قال ثم لا عدم الإشمام عدم الإشمام لمن؟ لخلاد في جملة القرآن يعني ليس ليس له من هذا الطريق أو على هذا الوجه أو على هذا المذهب إلا تصفية الصاد إلا تمحيض الصاد إلا الصاد الخالصة لا يقرأ إلا إذن تبين لخلاد كم من وجه؟ أربعة أوجه الوجه الأول إشمام 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 الحرف الأول جميل وهو مذهب الإمام الشاطبي والذي يقرأ به الناس من العشر الصغرى أليس كذلك؟ جميل نزيد له ثلاثة أوجه من العشر الكبرى وقد دخلت الآن في السبع في السبع الكبرى إذن الوجه الثاني الذي يضاف هو إشمام حرفي الفاتحة جميل إذن الوجه الثالث هو إشمام معرف بأل فقط في سائر القرآن ليس المنكر المنكر لا ليس له فيه شيء جميل الرابع عدم الإشمام أبداً في سائر في جملة القرآن تبين لنا شيء لطيف وهو أن الصراط المنكرة ليست لخلاد إلا في الفاتحة جميل إذن تبين لنا من كل هذا من مجموعه أن المنكر ليس لخلاد الخلاف فيه إلا في الفاتحة فقط وإلا في سائر القرآن في جملة القرآن لا خلاف لخلاد في صراط المنكر فهمنا هذا وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر